خبرنا التاني النهاردة اللي هنتكلم عنه يخص البنك الزراعي المصري ودايما بسميه رائد الزراعة المصرية من خلال ما يقدمه من خدمات ائتمانية لصغار المزارعين البنك الزراعي المصري النهاردة بيتكلم عن تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين حسب رأي قياداته وبيعمل مشاركة فعالة في استراتيجية الدولة لدعم محصول الامح واحنا عارفين ان الامح هو عماد حياة معظم الشعوب وخاصة الشعب المصري وزي ما احنا عارفين المواطن المصري هو الاكثر عالميا في استهلاك دقيق الامح لانه بيحب اوي خبز الامح الاستراتيجية دي اللي هي اساسها محصول الامح البنك الزراعي من خلال المؤسسات الوطنية اللي هو واحد منهم يعني الدولة من خلال المؤسسات الوطنية اللي منها البنك الزراعي المصري بيقدم تسهيلات بيقول ان هي غير مسبوقة لعملية التوريد وده طبعا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الكميات الموردة ما هو الامح بالذات لازم يتورد للدولة ليه لانه الفلاح لو اخد منه جزء البيته علشان يطحنه دقيق ويخبز منه طول السنة ما ينفعش ابدا ان الفائض منه يجرشه ويحوله الى علف حيواني بحجة انه فيه رضة يعني فيه بروتين وانه فيه كربوهيدرات وانه فيه جزء من الدهون في جنين بزرة الامح وزي ما بنشوف انه في حالة ارتفاع اصعار الاعلاف الحيوانية المزارع احيانا بيضطر لانه يجرش الامح ويحوله الى اعلاف وده انا بقول عيب لانه ده محصول استراتيجي يتعلق برغيف الخبز للانسان بشكل عام طيب البنك بيخصص بساحات تخزينية كبيرة لاستلام وتخزين الاقماع اللي منتشرة في كفة انحاء الجمهورية ودي بتزيد حسب احصاءاته عن مية وتسعين موقع تخزيني طاقطها الاستعابية بتبلغ حوالي تمنمية وخمسين الف طن طب دي كمية ليلا البنك عمل ايه كمان البنك بيتيح مراكز تجميع في كل القرى للتيسير على صغار المزارعين في توريد المحصول بالاضافة الى توفير اجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشوان الطرابية يعني انا مورد في اشولة او في اجولة بلاستيكية في الشوان الطرابية ده تمنعني من اختلاط الطراب بالامح علشان يفضل جودته او رضبته كويسة وده ايضا بيكون تيسيرا على العملاء المزارعين اثناء عملية التوريد لما بيعمل مراكز تجميع في القرى وما فيش وقت ولا امكانيات ان احنا تاني نسفلتها او نعملها شوان حديثة بالتندة وبالارضية الخرصانة كمان في مشكلة في النقل للصوامع انا مش اخلي فلاح صغير طلع اردبين او تلات اردب من نص فدان يروح يسافر سبعين او تمانين كيلو علشان يودهم للصوامع مباشرة ومن هنا بتكون مراكز التجميع القريبة في الريف دي بتقدر من خلالها تجمع كمية كبيرة تتحمل على جرار كبير او عربية كبيرة وتوديها للصوب وده بيكون بيسر على المزارعين ودي كانت شكوى انا تلقتها السنة اللي فاتت واللي قبلها فعلا من احد كبار المزارعين واظنه في العياط وهو المهندس عادل سيكا اللي كانت تكلم وقال يا جماعة وفروا شوان قريبة او مراكز تجميع قريبة لصغار المزارعين عشان التجار مايلعبوش بيهم ويتلقفوا انتاجهم الصغير وياخدوه ويتحكموا في الاسعار من خلال الخصم وا 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 اللي هو اللي بتحصل البنك كمان عرض في الفرز شاشات عرض زكية مرتدطة بالمركز الرئيسي وشوان وكافة فروعه بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة اولا باول لكل شونة عشان يرائي يرائي بالاداء بها البنك كمان بيصرف القيمة المالية ومستحقات المزارعين والموردين لشوان البنك الزراعي خلال 24 ساعة سواء نقدا من خلال فروع البنك او بتحويلات بنكية على حسابتهم وده بنقول انه بلغ حجم المبالغ اللي صرفها البنك للكميات الموردة من الامح المحلي حوالي 6 و 7 من 10 مليار جنيه في الموسم اللي فده كمان البنك عمل اعفاء للمبالغ المستحقة للموردين من اي مصاريف ادارية او عمولات بنكية يعني بيصرفها كاملة كده وفقا لأسعار الشراء ولم يحرم المزارع ايضا من الحوافز التي اقرتها الدولة عن توريد كل اردب او كل حباية امحة البنك بيعمل زيارات ميدانية وعلى رأس هذه الزيارات الميدانية رئيس البنك نفسه المصرفي علاء فاروق بيقوم بزيارات مع قيادات البنك لهذه المراكز لتفقدها سواء شوى او مواقع تخزين بكافة المحافظات وده طبعا تأتي كأوجه دعم معتمدة بيقدمها البنك الزراعي لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة اللي جاية في السنة الجاية ان شاء الله وتوريد اكبر كمية للدولة وبكده بيكون خبر النهاردة عن البنك الزراعي صحيح ما تدنلوش حقه لكن كفاية علينا كده علشان الوقت ترجمة نانسي قنقر